هنروح النهاردة او نرجع تاني نرجع بقى للصباح اليوم او للظهر اليوم ومبتبعة الاسبوع الثلاثة وعشرين وبدايته وفوز مقاولين على غزل المحلة او غزل المحلة بيخسر على ملعبه واحد صف بهدف او من ضرب الجزاء لرامي عادل المحلة يفضل في الدوامة لغاية الاسبوع الثلاثة وعشرين بدون فوز وبدون تحقيق فوز حوالي اربع او خمس مداربين حتى الان وعدم وجود فوز حكم مرانت قبل كده المحلة كابتر اشرف ايه المشكلة في نادي المحلة لا المشكلة طبعا هي من البداية خلص طبعا الاستعداد للموسم الرياضي في الممتاز مختلف تماما عن الممتاز به مع احترامي الكامل للمجموعة اللعبين المتواجدين لكن التدعمات بتبقى ضروري جدا في الدور الممتاز لازم يبقى فيه نوعية لعيبة معينة تبقى موجودة مع دخول بعض العناصر الشابة لتكملة العدد او تكملة القايمة المشكلة اللي قبلت كمان نادي غز المحلة تغيير عدد كبير جدا من المداربين على مدار الموسم اعتقد سبعة او تمام المداربين تم تغييرهم طبعا ببقاش فيه ما فيش استقرار عدم الاستقرار الفني ما غير متواجد الطموحات اللي موجودة عند اللاعبين اعتقد برضو ضعيفة جدا بالنسبة للدور الممتاز حراكة اتفضلت وقلت ان ما فيش اي فوز في خلال 23 مباراة يعني 8 نقاط اللي هم قدروا ان هم يحصدوه من تعادلات اللي هو فيه 15 هزيمة فطبعا الموضوع صعب جدا يعني سامير كامون احنا اتكلمنا عليه قبل كده كتير هو دخل في مخاطرة كبيرة او الرزق اللي هو فيه حاول طبعا بقدر الامكان ولكن كان ضروري جدا يبقى فيه تدعمات بشكل كبير جدا هم كانوا يعني وضعين في الاعتبار ان هم عايزين يبقوا متواجدين حتى في الدوري بالعدد دوات مفيش خبرات موجودة في الفريق خبرات الدوري الممتاز مختلفة دعيفة جدا على النقيد بقى لما تيجي برضو تعمل مقارنة سريعة اللي صعدوا من تحت معهم اسوان لأ عمادين حاس قدر ان يعمل اختيارات اختار كويس جدا مجموعة لعبين من الدوري الممتاز اللي هم كانوا موجودين في عنديها تانية وتم استغناء عنهم فقدر ان هو يستقطبهم عنده بشكل كويس جدا قدر يوظفهم بشكل كويس في الملعب عشان كده دلوقتي اسوان في المركز التلاتاشر عندها تمانية وعشرين نقطة طبعا اعتقد ده ريكورد كويس جدا بالنسبة لهم في الوقت ده عندهم سبعة فوز وسبعة تعادل وتمانية هزيمية يعني برضو هم ادروا معقول جدا بالنسبة لأول سنة او صعودهم من الدوري الممتاز به طبعا انا بحييهم وبقول طبعا هارضي لك للمحل لان هم حاولوا على قدر الامكانيات اللي موجودة وبرضو بقول هارضي لك لسامير كامونة ان هو حاول معاهم لكن هي برضو على امكانيات المجموعة اللي موجودة معاك بس تيكبت مسلا فوز واحد او فوزين في الدوري يعني ماقول هارضي الدوري كله اربعة اثنين اسبوع او ستتين اسبوع من غير طبعا هي ايه يعني لحفظ ماء الواجه زي ما احنا بالقول يعني لكن هم طبعا المشكلة عندهم يعني برضو احنا مش عايزين يعني احنا عايزين ان نجاملهم او نتكلم عنهم لكن هو الوضع طبعا باين من بدري جدا يعني هم كان لازم في الدور الاول قبل يناير لازم يكونوا كانوا شايفين في الدور الاول المجموعة العابين الموجودين هل هم حيبقى عندهم قدرة على الاستمرار او يبقى فيه امكانية ان هم يكونوا في الدوري المتازه ولو حسوا ان مش هيقدروا يبقى لازم كان يكون فيه تدعيم المشكلة الاكبر اللي بتحصل كمان يا كابتن حزم وبيقع فيها اندية كتير جدا ان هم بيقفلوا القايمة من بداية الموسم وده غلط كبير جدا ان انت لازم تكون فيه سيب عدد على اقل تلات لعبين على اقل تلات لعبين عشان يقدر تدعم بتلات لعبين وممكن يكون فيه استبدال كمان فانت لما بتقفل القايمة دي بتعمل للمدربين اللي ممكن يكون بيقدر او بيكون متواجد يتولى المهمة طبعا ما بيقدرش يعمل تدعمات فبيضطر يلعب بالمجموعة اللي عنده فده بيبقى مبرر كبير جدا للمدربين يقول لك انا جيت على المجموعة دي ومش قادر غاية فدي مشكلة طبعا كبيرة جدا استقرار فني واعتقد اداري برضو بنسبة كبيرة جدا هو اللي وصل طبعا اكيد فريق غزة المحلل كده